من المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة المساعدة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام وإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي الفلسطينيون جددوا مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة ويقول دبلوماسيون أنه من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويور قالت أمس الخميس في خطاب للدول الأغضاء بالمنظمة إن تبني مسودة القرار سيكون استثمارا في الحفاظ على حل الدولتين وسيشكل إعادة تأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما يشمل حقه في دولة مستقلة وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفات الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية وأمس الخميس ذكرت شبكة الإذاعة وتلفزيون الأيرلندية أن إيرلندا وإسبانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سلوفينيا ومالطا كثفت الاتصال بهدف اعتراف هذه البلدان على نحو مشترك بدولة فلسطينية